الشأنية التربوي دائما كتاب الأدب والنصوص للسنة الأولى ثانوي والذي أثر جدلا واسعا حاملا في محتوى بعض صفحاته ما لا يليق بصورة الصحابة الكرام في محاولة النزعزعاتية التاريخ الإسلامي والمتبعة في تقرير إسماعي المحبوب ووليد مهاشي لا يزال قطاع التربية يصنع الجدل خلال هذه الأيام فلا يكاد يطوى ملف حتى يفتح آخر والموعد هذه المرة كان مع فضيحة أخرى في كتاب الأدب والنصوص للسنة الأولى من التعليم الثانوي الكتاب احتوى بين طياته أساليب استهزائية ومغالطات في حق الصحابة الأطهار كما تطاول أيضا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان الله سبحانه وتعالى مرضش عليهم لما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن كان مرضي الله تعالى عنهم جرد يذكرها يقول إنسان عائشة ولا يقول علي ولا أي من الصحابة بلا ما يذكر الوصف اللي هم يحتاجونه وهم أهل لهذا الوصف الأسرة التربوية بدورها استنكرت ما يحمله هذا الكتاب والغريب أن مفتشي التربية وكذا النقابات التابعة للقطاع رفضوا تزويدنا بأي تصريح ما لك في خصوص موضوع موجود في كتاب اللغة العربية؟ ما هذا الدرس يلغى يا أخو فيها إهانة صحابة ديك باش دي لها جمليها صحابة منها دي لها فستها أضحت المدارس يعني اللي احنا كنا نتقو فيها تألم ولدنا يعني الشيء المليح أصبحت يعني تفسد عقولها الانتقادات تجاوزت أصوار المدارس وأئمة المساجد ليسجل نواب البرلمان انتقادهم لهذا المحتوى هذا الكتاب الذي يصف بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعانى علىها بأنها هي متسببة بالفتنة وهي من الخوارج فنعتقد أن هذا الكتاب مردود على صاحبه هو شرخ آخر يصيب المناهج المقررة لتلاميذنا حمل هذه المرة عنوان كتاب يدرس في أقسامهم فمتالي يا ترى معي بالستوديو السيد النائب البرلماني والقيادي عن حزب العدل والتنمية سيد حسن عريبي مرحبا بك أهلا وسهلا فيك مرحبا استمعنا إلى رأيك مبدئيا بخصوص هذا الخلل الموجود في كتاب النصوص لها سنة الأولى الثانوي قبل أن نفصل في هذا الموضوع ردت وزارة التربية الوطنية عن ما أسمته شائعات أو أخبار تدور في وسائل الإعلام حول المناهج التربوية مناهج الجيل الثاني أو كما يحبذ الكثير تسميتها في رأيك من فتح الباب لهذا النقاش ومن هو المسؤول أساسا عن تداول مثل هكذا أخبار في وسائل الإعلام بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعتقد أن المسؤول الأساسي عن هذا إنما هي وزارة التربية متمثلة في السيد الوزيرة شخصيا لأن الشكوك والكلام والشبهات التي تدور من حول تغيير المناهج الأساسية التي كان يدرسها التلميذ الجزائري والطلب الجزائريين والتلاميذ الجزائريين قد بدأت تتحرف عن مسارها وعن طريقها ذلك من خلال الوفود التي تأتينا من فرنسا وتأتي ودعت السيدة الوزيرة بأن هؤلاء خبراء لكن ما عليش نتعاون مع أي جهة كانت من العالم ونستفيد من أي تجربة نجحت في العالم لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا هذه الوفود تأتي سر إلى وزارة التربية الوطنية فأعتقد من خلال هذا من يمكنه إصدار مثل هكذا أحكام مثلا على نصوص طربوية أو على مناهج قائمة بذاتها تعنى بالأجيال أما كان ربما حريا بمختصين أو دكاترة لهم درجة من الدراية والوعي بهذا المجال أن يطلقوا أحكاما بدل من أن أصبحنا نسمع الحديث عن المناهج التربوية في أوساط غير أوساطها مختصون في السياسة مثلا يتكلمون عن المناهج وفقط من أجل الكلام حتى الأدلة مثلا ليقدموها أو الأسباب التي يقولون بها غير مقنعة وهذا ما يفتح المجال أكثر للإشاعة وكذلك للتأويل والشبهة كما ذكرت سيدي لا هي ليست إشاعة بل هناك بعض الموظفين الذين عاملوا مع السيد الوزيرة وهم من أدلوا بتصريحات عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية وهنا دليل قطعي في الدلالة بأن وزارة الطربية تحيد عن مسارها الذي أنشئت من إجله منذ سنوات كما تعلم سيدي الفاضل أن العربية التي هي موجودة في الدستور وهي المادة الثانية أو الثالثة فأعتقد أن هذه المادة غير قابلة للتبديل ولكن هذه المادة في الدستور هي عبارة على حبر على ورق مثلما نرى أن جميع الإدارات في الجزائر تتعامل بلغة أجنبية وهنا سؤال يطرح مثلا على وزارة الطربية فلماذا لم يتجر أي وزير منذ الاستقلال إلى يومنا هذا أن يأتي بوفود سرية تدخل إلى وزارة الطربية وتريد أن تساهم في تغيير المناهج الطربية لبلادنا أليست الجزائر لها آلاف الكفاءات أليس الجزائر لها من الإطارات ومن الأساتذة ومن الدقاطرة ومن العلماء ما يستطيعون أن يضعوا برنامجا شفافا ونزيا وموضوعيا لمسايرة المنظومة الطربوية علما أن المنظومة الطربوية في بلادنا دخلت عليها عدة إصلاحات جوهرية وآخرها إصلاحات بنزاغو والتي كانت عضوة فيها السيدة الوزيرة شخصيا طيب هو في النهاية لا يمكن نقول أنه نحن رانا في دولة القانون لا يمكن تمرير أي شيء من هذا القبيل خصوصا إذا تعلق الأمر بمناهج الطربية وهي يعني على درجة من الأهمية من دون الأخذ بعين الاعتبار مؤسسة كالبرلمان وفي هذا البيان الذي نسخة منه موجودة عندنا تقول وزيرة الطربية أو ترمي بالكرة في ملعب البرلمانيين تقول بأن البرلمانيين كان لهم نظرة على كل الإصلاحات التي كانت معنية أو كان قطع الطربية معني بها لا غير صحيح البرلمانيين بعدما جاءت الوفود إلى وزارة الطربية وبعدما أنا شخصيا وجهت سؤال شفوي إلى الوزير الأول كما أنني رسلت رئيس الجمهورية برسالة رسمية لكي يتدخل السيد الرئيس في قضية المؤامرات والشائعات التي تحاك ضد المنظومة الطربوية وضد المناهج التعليمية فهذا الأمر أتت بعد كل هذا دارت جلسة مع بعض النواب وتكلمت معه أما أنها أتت قبل مجيء الوفود فهذا غير صحيح لو جاءت قبل مجيء الوفود وأعلمت البرلمان بأن هناك تعاون جزائر فرنسي فكان هذا يكون على الأقل نسمع به وأن يكون شفافا أما السيد الوزيرة فهي قامت باجتماعات سرية مع هؤلاء ولذلك السؤال الذي يطرح على المسؤولين ويطرح على السيد الوزيرة لماذا الاجتماعات سرية فهذا هو الذي حركنا وهذا ما نأخذه على السيد الوزيرة نحن في حاجة إلى إصلاح منظومة طربوية في حاجة إلى إصلاح المناهج الطربوية ولكن وفق الثوابت والقيم الوطنية لا يكون هذا التغيير على الثوابت والقيم الوطنية والقيم الأجنبية طيب نعود إلى التقرير المتعلق بهذا سمه ما شئت هذا الذي وجد في محتوى النص في كتاب النصوص للسنة الأولى الثانوي ما تعليقك؟ أنا أعتقد كل نص يخالف المنهاج الذي وضعته الجزائر في منظومتها الطربوية فهو يخل بكل توجهاتها ومن ثم تكون البلابل وتكون المشاكل وتكون ردة الفعل هذا الكتاب قيل ما قيل فيه ولكن من الأجدر بمكان أن وزارة الطربية أن تنتبه لمثل هذه الأمور لأن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تمرر على الجزائر ولا يمكن أن تمرر على الشعب الجزائري في ظل الشفافيات الموجودة وفي ظل الإعلام المفتوح وفي ظل الانفتاح السياسي ولذلك أي شبهة من هذا النوع فنتصدى له بكل الوسائل السلمية والقانونية شكرا جزيلا لك سيد حسن عريبيا نائب البرلماني والقيادي عن جبهة العدالة والتنمية كنت معي بالأستوديو